وقد يسأل البعض عن علاقة هذا المؤتمر بالوضع المحزن الذي صارت إليه أمتنا في الآونة الأخيرة والإجابة على هذا التساؤل أن هذا المؤتمر في بحثه عن من هم أهل السنة والجماعة فإنه يبحث في الوقت ذاته عن تشخيص الداء الذي أضعف جسد هذه الأمة والعلة التي أنهكتها واستنزفت طاقاتها وما زالت بها حتى جعلت بأسها بين أبنائها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل وقال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فشكرا لهذا الشعب الكريم وللبلد الطيب ولرئيسه المؤمن التقي الصالح وإن كنا لا نقدر على مكافأة معروف هذا الشعب فإنا لا نملك إزاءه إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعل من أرضه وبلاده مثابة أمن وأمان ورغد ورخاء ومن شعبه الكريم ومن الشعب الكريم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد يسأل البعض عن علاقة هذا المؤتمر بالوضع المحزن الذي صارت إليه أمتنا في الآونة الأخيرة والإجابة على هذا التساؤل أن هذا المؤتمر في بحثه عن من هم أهل السنة والجماعة فإنه يبحث في الوقت ذاته عن تشخيص الداء الذي أضعف جسد هذه الأمة والعلة التي أنهكتها واستنزفت ضاقاتها وما زالت بها حتى جعلت بأسها بين أبنائها لعلكم تتفقون معي أيها السادة العلماء على أن مفهوم أهل السنة والجماعة كان في عصور التألق العلمي والحضاري لهذه الأمة هو الملهم لعلمائها وأئمتها في كل ما يصدر عنهم من أنظار في العقيدة وفتاوى في الفقه والتشريع وكان من الحضور والتمكن في شعور الأمة ووجدانها بحيث استطاع أن يحميها بسياج منيع من أخطار التشرذم والتشتت والشقاق والافتراب ويذكرهم صباح مساء لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ومن المؤلم أيضا أن الطراب هذا المفهوم عند أهل السنة أطمع آخرين من المتربصين بهم بتصويب سهامهم نحو هذا المفهوم وتشويه سيرته والافتراء عليه بأنه المسؤول عن الجرائم الإرهابية التي تقترفها الجماعات التكفيرية المسلحة وهؤلاء المفترون هم أول من يعلم أن هذه الجماعات التكفيرية بتصرفاتها البشعة المنكرة لا تمت إلى أهل السنة والجماعة بأدنى سبب وأغلب الظن أن هذه الفئة قد اتخذت من هجومها على مفهوم أهل السنة والجماعة غطاء لتحقيق أغراض سياسية ومكاسب طائفية وأطماع توسعية لإذكاء نوازع الفرقة بين المسلمين وبعث لفتن طواها الزمن وأصبحت في ذمة التاريخ ونشر لثقافة الحقد والكراهية وتنكر لتعاليم الإسلام في التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الشعوب ومراعاة حرمة الجار التي كادت تبلغ في شريعة الإسلام حرمة أخوة الدم والجسد والتوارث أما إجابتي على سؤال من هم أهل السنة والجماعة فإني أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر الذي تربيت عليه ورافقني منذ طفولتي وحتى يومنا هذا دارسا لمتون هذا المنهج وشروحه عبر ربع قرن من الزمان ومتأملا في منهجه الحواري بين الشمتن والشرح والحاشية والتقرير قرابة أربعين عاما من الزمان وقد تعلمت من كتاب شرح الخريدة لشيخنا أبي البركات الدردير في المرحلة الابتدائية أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والما تريدية تمييزا لهم عن الفرق الأخرى ثم تعلمت في المرحلة الثانوية أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة وأن هذا المصطلح إنما يطلق على أتباع إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي وفي كلية أصول الدين كان أول ما صافح عقولنا في مادة التوحيد هي عبارة الإمام النسفي في عقائده وهي العبارة التي يحفظها عن ظهر قلب كل طالب تخرج في هذه الكلية وهذه العبارة هي قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوف إصدائية وقد علق الشراح وأصحاب الحواش على هذه العبارة موضحين أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية ثم تعلمنا بعد ذلك في أبحاثنا بالدراسات العليا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث وأن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء الحنابلة لم يخرجوا من عباءة هذا المذهب كما يقول سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وهذا المفهوم بهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وإمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين وأهل التصوف والإرشاد وعلماء القلوب وأهل النحو واللغة أكده قدماء الأشاعرة أنفسهم منذ البواكير الأولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة الإمام الأشعري رضي الله عنه وبخاصة عند الإمام الكبير حجة المتكلمين أبي منصور عبد القاهر البغدادي في كتابيه الفرق بين الفرق وأصول الدين ثم عند أبي المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين ثم هو ما استقر عليه الأمر عند جمهرة علماء الأمة عبر القرون التالية بدءا من الإمام أبي الوليد بن رشد المالكي الجد وحتى العلام السفاريني الحنبلي والذي يقول وأهل السنة ثلاث فرق الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي كما يقول العلامة مرتضى الزبيدي الحنفي والمراد بأهل السنة هم أهل الفرق الأربع المحدثون والصوفية والأشاعرة والماتريدية وهذا هو الواقع الذي عاشته الأمة لأكثر من ألف عام حيث عاش الجميع في وحدة جامعة استوعبت التعدد والاختلاف المحمود ونبذت الفرقة والخلاف المذموم أكتفي لضيق المقام بنص البغداد في فصل من الكتاب السابق عنوانه بيان عصمة الله أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا يقول فيه أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرأ والتكفير والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتناقض ثم يصف حال الفرق الأخرى وكأنه يصف حالنا اليوم فيقول وليس فريق من فرق المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم من بعض حتى إن سبعة منهم اجتمعوا في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا أن التكفير أيها الإخوة الفضلاء هو بريد الدماء ومبرر إراقتها عند من يسبكون دماء المسلمين ويزعمون أنهم يجاهدون الكفار وانظر حولك الآن وخبرني هل تجد غير هذا المذهب الذي ننادي به مذهبا آخر لا يجازف بتكفير المسلمين أو تفسيقهم وتبديعهم إنهم خالفوا رجاله وخرجوا على مقولاته أن أهل السنة والجماعة هم جماهير الأمة الإسلامية وإن أئمتهم هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والأشعري والما تريد وتلاميذهما ومدارسهما والحسن البصري والجنيد والمحاسبي والسراج وحجة الإسلام الغزالي وأهل الحديث وفضلاء الحنابلة وعلماؤهم ممن يتمسكون بنهج الإمام أحمد وزهده وما عرف منه وعرف من سيرته من فراره الشديد من الولوغ في الدماء والانفلات في تفسيق المسلمين والسير في ركاب السلطة والسياسة ومذهب أهل السنة والجماعة هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتصام والإمساك بطوقه حين يطرب أمر المجتمع المسلم وتغشاه الفتن وتنحرف به السبل فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة اشتركوا في القناة